عزائي صباحكم سعيد وما كنتوا عم بتتابعونا من داخل الوطن ومن خارج الوطن صباح سعيد مع ضيوف الأردن اللي نورونا معنا اليوم بها الصباح فنانة مصرية محبوبة جدا فنانة قدمت العديد من الأعمال الكوميدي منها يمكن كان أكثر قربا إلنا لأنه كان خلال شهر رمضان الماضي معنا اليوم بها الصباح الفنانة إناس عز الدين صباح الخير أهلا وسهلا مش حافة أقولك يا ديمة على التقديم الحلوة دي أنا بشكرك جدا ومبسوطة أن أنا بعمل معاك اللقاء ده سعيدتي أهلا بيكي بلدك مش حقول يعني بلدك الأول المصريين دائما مرحب فيهم ودائما حبيبنا وزي ما منقول إحنا ما منحسش بغربة بمصر وإنتي كيف حسيتي لما دخلت إلى الأردن يمكن ده تاني لقاء لي للسنة التانية عالتاويلي الأردن عمان ففعلا أنا بحس أني أنا مش مخرجتش من من مصر يعني عاد ترحيب على الارتياح النفسي أن أنت أول ما بتخش أي بلد عربية في حاجة كده كريز ما بتحصل بين كلينك وبين بلد فأنا بحس هنا فعلا بالأردن عمان أني مفيش اختلاف فمن أهلها من شعبها من كرمها استقبلها فهم كمان متزوقين جدا للفن فبيقدروا الفنان كويس جدا فأنا ببقى ممسوطة وأنا جاي على الأردن تينا ورتينا إنس من خلال شرط التلفزيون الأردني كمان يعني مش بس هنحكي عن عمالك الفنية كمان بهاي الفقرة احنا منحكي عن الأردن في عيونهم كيف تشوفي الأردن انتي ما حسيتي بغربة لكن إيش أكتر إشي لفت نظرك وداخل عمان لما تجولتي إيش أكتر إشي حبتي هنحكي عن سياحيا بعدين هنحكي عن الفن أكيد طبعا لازم نضيع حقها بوسي أنا بتمتع لما بنزل الأردن أول حاجة طبعا بروح البحر الميت لازم أروح طبعا كمصريين كلنا لازم نروح على البحر الميت لازم نستمتع بالأمكان الطبيعية لازم نعرف طراز أولا شعب الأردن شعب حبوب أنا بتمنله إنبارح كان العيدة لاستقلال فأنا بقول لهم كامل بالمناسبة يعني كل سنة استقلال بقول لجلالة الملك كل سنة وشعبك طيب وبخير ودايما معي بحس إن فيه ترتيب فيه علاقات متبدلة بين الشعوب شعبه مهزب جدا كبلدين هنتكلم بالأخص عن الأردن في التعامل من ناحية الفنية لإني أنا تعاملي أكيد هيبقى الجهة المختصة بتاعتي للفن أنا بحس فعلا فعلا هما متزوقين فهمين يعني إيه بيسمعوا كويس جدا ممكن تكوني أنت بتعاملين يوم مسلسل ومش واخدى بالك منه لكن هما بياخدوا بالهم متابعينك عاملين سرش كده سريع عن الديوف حتى اللي جايين المكرمين أو يعني بيهتموا بجد فأنا بحب الأردن جدا بحب كل فيه أماكن كده ليها طراص معين وتحب تتروحي يعني إمبارح إحنا تفرجنا في المهرجان زي ما أنت شوفت يعني في المل بطاريك طبعا ده أنا أنا يعني اندهشت لدرجة إن أنا إمبارح كان حصل حديث كده قلت أنا لازم المرأة الزيارة اللي جاي عشان الزيارة دي طبعا أنا عندي تصوير في مصر فمش هالحق يعني طبعا أنا أروح أزورها فاتفقت إن أنا إن شاء الله الزيارة الجاية لازم أروح ما تفوتنيش اللحظة ده البطرة دي ولازم أروح أبص عليها فكنت مبسوطة بجد إن شاء الله يعني إحنا مبسوطين فيك يعني مثل ما قلتين كان الجمهور الأردني تابعك كمان من خلال مسلسل كيد الحموات السنة الماضية تحكي لنا عن هذا المسلسل يعني ومخرجه المتميز طبعا أحمد سأر طبعا أستاذ أحمد سأر مخرج متميز كده الحموات كان فيه نغبة كبيرة من النجوم كان فيه الفنانة مجد زكي هل صدقي سوسن بدر فنانة انتصار كطلع خالتي بوسي يمكن عمل لينكي بيني وبين الجمهور علشان كراكتر جديد وكان عاملة فيه مطربة شعبية في مساك الدراما فده الإضافة ليا لأن أنا ما كنت دايما نتيا بتحطي نفسك في كراكتر أو بتسيب لك أي دور بيبقى مختلف عنك لكن يبقى تمثيل وغنى ده كان الجديد بالنسبة للجمهور وإني أنا حستي أني فعلا أني أنا فيه اختلاف يعني بغني وبمثل وعدين تلعب بحاجة يعني عفا لايت كوميدي لايت مش كوميدي كوميدي فكان دمي خفيف جدا وكنت مبسوطة بالتجربة وكنت مبسوطة أن الفكرة كيدي الحموات هو كان متصنف كوميدي أصلا فأنا كنت مبسوطة أن أنا بشارك في المستدسة الكبير طبعا مخرج عظيم مستدسة أحمد سقر وكان من أهم الأدوار اللي علمت معها الجمهور أني قال لك إيه ناس اتصنفت بتصنيف نائق بتحب تجدد من نفسها فأنا بحب التصنيف ما بحبش أكرر تكرار الأعمال جميل طبعا قدمتي كمان العديد من الأعمال زي ما نذكر منها سلسلة دم والزوجة التانية نعمل سترس على السعيدة شوية هو بيتعرض لي حاليا طبعا الجزء الأول والتاني مسلسل سلسلة دم أخرج الأستاذ مصطفى الشيل تأليف العبكاري والمؤلف الدراما المصرية الأستاذ مجدي صابر عايزة بشكره من خلال الكاميرات ومن خلالك يا ديمة ومن هنا من عمال لمصر بقوله مبدع رجعتنا لملحمة ليالي الحلمية اللي الناس كانت افتقادتها يعني في حاجات كده سيرة ذاتية بتتعامل بترجع الفنين تحس انتي بتعملي عمل زو قيمة فأنا يعني مش عايز أقولك أولا العمل ده زادني تحمل إن أنا اللحكة أول حاجة الصعيدي وجزء الأول والتاني إن أنا بكبر في العمر وطبعا في مساك الدراما الأحداث بتاخد زي ما المشاهدين شايفين طبعا سلسال الدم فبيفضل الطهر طبعا إحنا عارفين عند الصعيدة مع الأحداث مع التطور مع تغيير المسار التواريخ الأحداث الزمن فترة زمنية كل ده دماجة يعني المؤلف عاملها بشكل محترف جدا المخرج كمان بجد مدينة مساحة كبيرة أنت تطلعي الطاقة اللي عندك وفعلا في تجويد يعني أنت مع النطج وحبت دور وفي منافسة طبعا كبيرة جدا فنانين كبار عمالك أنت بتقف قدامهم الفنان الكبيرة عبلة كامل يعني كل التحية وكل التقدير والاحترام فعلا يعني مش ممثلة مدرسة الأستاذ رياد الخولي أستاذ هيد الجاياء بصيا كل دول كبار بالنسبة لي حلم وأنا مبسوطة أن أنا معاهم أن أنا بمثل قدامهم وبقف قدامهم وبتعلم لحد اللحظة دي يعني بأخذ منهم لما تخذي من فنان وتمثلي قدامه ده الموضوع بيبقى كبير أولا لو أنا ما أخذتش من الفنان الكبير والديتو زي ما هو عايز هو مش هيخرج بره المشهد يقولي أحسنتي برافو فالمشهد بيعلى وأنا ببقى مبسوطة وفخورة أن أنا فعلا قدتو بشكل كويس السعيدي عاملي حالة مع الناس يعني كمان بتكلم فكرية شخصية قوية جدا وقوية يمكن الجزء الثالث كمان هتشوفوني بشكل مختلف هسألك عن جزء الثالث فده المفاجأة بقى الجزء الثالث بقى خط مهم الأستاذ مجدي صابر عامل عليه سترس إن هي النقلة بقى الفكرية اللي هي من أهل الشعبنا للصفوانية اللي ده عامل خط أنا هتجنن جد هتجنن من كتر إن أنا كل ما يجيلي الورق واعده دقرة واشوف والله مش ممكن يعني الإبداع ده بجد يعني ناس ديش مهم هلأ دور عليكم دور علينا الإعلام الفن ديش له دور هلأ بترويج لسياحة وخصوصا يعني لما منقول إنه سياحة طبعا تراجعت في بعض الدول العربية مثل ما أنت يعني عم تحكي عن البحر الميت تحكي عن البترة في أماكن كتير سياحية بالأردن في أماكن سياحية كمان في مصر ديش علينا دور كفنانين وكألمين بالترويج لسياحة وتنشيط سياحة ببلدنا نتكلم على كل البلدان مصر أو عمان الأردن أي بلد عربية كواجب علينا إحنا المفروض إن إحنا نهتم أداءنا إن إحنا نخرج ده للجمهور بشكل بدل ما نروح نسور في مناطق خارج الوطن العربي سيء أنا مصرية لا أبرز أبرز الأماكن التراس المناطق السياحية في بلدي علشان أعرف الناس إن إحنا عندنا أماكن كويسة جدا فهمني فما ينفعش إن أنا مثلا أروح أسور في بلد تانية غير بلدي لا بسعاب تضطر الأمر إنك تروح تسور بس أي مكان هتواجد فيه لازم أطلعه بشكل كويس لازم أقول للناس قادي بلدنا وقادي بلدكم وبعدين إحنا مش هنختلف لا إحنا دايما إحنا متكاملين مع بعض في تكامل علشان ما يحصلش التفرقة لا في تكامل فيه في أي بلد عربية أنت بتتواجد فيها وبتلاقي فيها حب ليكي وللمصريين والتعامل فعلا بتبقى بلدك فأنا تصدفت وصورنا كتير في أماكن مختلفة مش بس مش مصر بس بالعكس بيبقى فيه انبهار وبتخرجي أحلى ما عندك وبتفتخري جدا إن أنت صورتي في المكان ده ويقدر تقولي الله أنا الحمد لله أن أنا رحت المكان ده وزورته جميلة يعني أنت صوتك كمان حلو أناس يعني أول إيش بديك تقوليلي كلمة هيك إذا بديك تحكي كلمة سريعة عن الأردن شو بتحكي عن الأردن مش عارفة أقولك يعني الأردن مش عايزة والله إن أنا أبالغ بس من ده من جواي ومن قلبي أنا بحب الأردن جدا بحبها وبحب شعبها بحب أجي بها فيها ارتياح نفسي يعني أنت فعلا إنما زي ما بتخش مصر كده أو ما بتنسيلي مصر الله الحمد لله أنا وصلت مصر أفهمني أول ما بخرج من مصر وباجي على الأردن مطال الأردن بحس بنفس الشيء ما بحسش باختلاف كبير يعني فيها تعامل واحد بجد فأنا حس إن أنا هتكلم كده وقوله إي ناس بتبالغ جدا في شعب الأردن أو الأردن عمتا وعمان لكن لا والله بجد أنا فعلا مبسوطة جدا إن أنا ده تاني سنة ليا في الأردن وسعيدة جدا إن أنا من برح كان فيه كم من الناس الوزراء والإعلام والثقافة والصحافة مش عايزة أقول لك كفاية أن أنا تعرفت عليك يا ديمة طبعا الله يخليك نورتينها أنا احترمة والصحافية مثقافة جدا مش عايزة أقول إعلامية شطرة جدا فأنا مبسوطة مبسوطة كل خلف الكاميرات كمان كل كرو العمل لازم نشكرهم مش عايزة أقول إيه تاني أنا مبسوطة تعرفت عليك ونورتين بالأردن وإن شاء الله دايما بتضلي ببلدك التاني الأردن بعدين يعني ناس زي ما شوفناك بكاد الحموات غنيتي أنت صوتك كمان حلو فبدنا نختم بأغنية منك يا بلادي يا أحلى البلد يا بلادي بنادي أنا من الولد يا بلادي بنادي يا بلادي بلادي يا بلادي يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر اشتركوا في القناة